موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المباراة دي من كاس العالم 2021 اتلعبت النهاردة ما بين نيهال سارن وديمتري أندريكن اللي معرفش نيهال سارن ده من البرودجيز يعني ايه ببرودجي؟ يعني طفل يظهر نبوغا في الشطرنج من هو صغير ويبقى جراند ماستر بدري بدري وكده يعني الجيل بتاع فيروزا والجيل بتاع الهندي وهكذا لعب كبير تقييمه 2620 وبيلعب أندريكن بالقطع السوداء تقييمه 1724 دي مدري أندريكن حد يعني نرى العالم روسي مشهور جدا يعني من 1700 كلاب نادي 2700 فمباراة قوية ومباراة هتمشي اصفار لحد ما يحصل كارثة لا يشم رائحة الكارثة إلا ذوي الخبرة تعا نشوف إلا هيحصل هتتعلم حاجة في المطشي ده هتتعلم حاجة كبيرة جدا تستحق أن تضغط عليها لايك فياريت تضغط لايك مش شرط دلوقتي لما تتعلم الحاجة اصبر بي ثري بي سيكس بي سيكس بي سيكس بي سيكس وضح أن نهال سارين عايز يخش في شكل نلعب دماغ لدمال فبيلعب شكل نيمزو لاارسن أتاج اسمو بنت لارسن أتاج بالبي ثري أول نقلة بي سيكس بي سيكس بي سيكس بي سيكس بي سيكس بي سيكس اهات البي دت اي فايف مفيش بيادة الحماية الاخرى للبدأ حاجة زي كده بس يعني يبقى المربعات السودة بقى الضعيفة هنا ويمكن هيفنكت الفيل مش دي الخطة اللي عايز لعب عليها هو يضرب السنتر ماشي او يزق البيدأ ياخد مساحة في السنتر نايت اي فور تسرنا الحصان مع الحصان والفيل جاء هنا والنقل الطبيعي نايت هنا وتطلع بالفيل وتبيت او يمكن تلعب حاجة زي كده وتفنكت الفيل ايا كان يعني لكن هو محبش يلعب كده انا نهال سارن انا برودجي انا عايز افضل في كاس العالم انا عايز العب على مكسب اي اي اتش فور ااخد مساحة على جناح الملك يمكن قديك مات ماشي سي فايف وانا ااخد مساحة على الجنة التاني ده يمكن مديكش مات ماشي كوين جي فور هات لو سمحت الفيل والفيل يرجع مكانه بعدما سي فايف اتلعبت اي اتش فايف مساحة على جناح بتاع الملك اوكاي نايت سي سي جت هات البيدأ البيضاء محمي مفيش مشاكل A6 واضح ان مشكلة لابيض دلوقتي انه الفيل ده هحطه فين؟ المكان المنطقي انه يجي هنا ويكسر الحصان في الفيل مثلا قاله لا A6 ما تطلعش عايز تطلع هنا هزوق عليك تاني عايز تطلع هنا يبقى انت على البيضاء الوسطي بتاعك Knight F3 مشكلة الفرح الليها بعدين نطلع بالحصان الاول H6 ما تكملش انتشار على هذا الجناح King B1 نقل انتظارية و B5 ما تطلعش الفيل برضو ماشي D4 افتح لي السنتر ماشي عشان انت مالكك لسه في السنتر وما بيتش فافتح لي السنتر حاضر ايه ده مش ده ممكن يتاكل اه ممكن يتاكل طبعا وعليها Queen E2 دي تطحية بيدا لو حصلت ده ما حصلتش في الجيم هاد لو سمحت الحصان بتاعك الحصان يرجع واخد بالك ان انت احسن انتشارا من الاسود الفيل ده جامد قوي الفيل ده مش عارف ينتشر عشان يبقى في بيدا ثمان شوية هتلعب حاجة زي F4 والفيل ده هتتصرف فيه جبر الرخ التانية وهكذا كوموتر بيقول سبعة من عشرة للابيض لكن تطحية البيداء ما دخلوش فيها ما اللي عملوا ايه قال له تعال انكسل لو سمحت ان عايز اخش معك الاندي جيم ده قال له لا انا خدت البيداء وعايز اخش معك الاندي جيم ده قال له خلاص بس انا على فكرة بعرف ارجع بيد ايه قال له ازاي قال له كوين تيكس نايت تيكس الحصان ده مش محمي ومضروب بالفيل فنايت تيكس انا كمان تاكل ااكل الحصان ورجع المالترية البتاعتي وشكل اكوال وكمبيوتر بيقول صفار اوكي اف سيكس هات الفيل لو سمحت بيشب بي تو بيشب سي فايف هات البيداء لو سمحت اف ثري كينج اي سافن اا كونيكتنج ده روكس سي فور عايز ازود لسكوب بتاع الفيل يعني ايه يعني الفيل اطلع هنا اطلع هنا عايز اطول افتح الدياجون البتاع افتح الوطر بتاعه فسي فور نقلة جيدة وبسنوه مع الانجن اا ماينفعش معلش لو اكلت مش هينفع ياكل واحط لك الفيل كده يبقى باصص هنا مع الرخ اللي جاية لا ماشي الكلام ماينفعش ماينفعش بي فور اجتم عالفيل حاضر بيشب دي ثري المربع اللي فاضي بقى هعمل ايه وباصص عالمربع الضعيف ده ماشي رخ عالفيل الفيل راح رخ رخ في رخ رخ في رخ الرخ التاني يجاد التكسير خوبالك النقطة اللي انا عايز الدارس اللي انا عايز اديويلك من المتش لسه معده مجاش فانا باجري شوية كينج سي تو كينج اي سي. او يا ايها الكمبيوتر كينج سي تو كينج اي سيفن. كينج اي سيفن. ااا كينج دي ثري بشب سي سي بشب دي فور قال له مش هاكل اتعلم انا هاجي بالملك عايز تاكل اكل انا وابقى خدت مساحة بملك تعلم التكنيك من فضلك كينج اي ثري مين الملك الاحسن ده ولا ده طبعا ده طبعا ده احسن ليه احسن علشان ما عام ساحة اكبر يهدد ان يخترق اسرع لو الملك ده مش في اي حتة اي فايف اوكي وهوقف هنا لو انت بصت للشكل ده مين عنده فرص مكسب الكمبيوتر بيقوله صفار صفار مايكش دعب الكمبيوتر ملاش دعوا بيه مين عنده فرص مكسب لسود ليه عشان كل البيادة على ابيض وهو معاه فيل بيلعب على المربعات البيضة دي فرص المكسب ان انا ممكن اضغط على البيادة او احق وانت ما عندكش تارجتس ما عندكش اهداف تلعب عليها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كلهم اهداف يعني انا لو بس عرفت الف كده واجي كده تاك 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 ادي اول حاجة تاني حاجة عشان بتلعب علي مكسب الملك قاعد مؤدب هنا ما ينفعش يتحرك يطلع يهاجم تلاقي هوب الملك تاني دخل تك 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 موضوع من ينتهي الكومبيوتر بيقول هو اسفار ولكن دا كومبيوتر انما بالبناء ادمين موقف صعب جدا 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 على الابيض. اي فور بيشب اي فور تعال نكسر. طبعا لو انت كسرت بهذا الشكل ابيض يكسب. ليه؟ بيدق سالك مدعم. هيقعد الملك الاكتف ده جنب البيدق. لحد ما يحاول ده يخترق هنا ويقرمش دول. ما انت لو حاولت تهرب وتلف هتلاقي البيدق ده بيجري. وصل الفكرة يا شباب. طيب. طبعا مش هكسر. كسر الله سمحت. طبعا مش هكسر. ما رجعلوش هنا تاني بقى عشان ما يجيش تاني يقول له لا انا عايز درو بتاع. لا مش هكسر. ماشي. بيشب دي ثري. اي ثري. واحد اتنين على سود. واحد اتنين تلاتة على سود. تارجت واحد على ابيض. لا تستطيع ان تضغط عليه اصلا لان كل الاوتار اللي انت ممكن تحط الفيل فيها واقف فيها بيادة. فانت وضعك بابيض مش حلو. ماشي. بيشب سي تو. يلعبها. اه نيهال سارن. واندريكن كان معاه خمس دقايق ونيهال سارن معادي اقا ونص في الشكل ده. واندريكن يلعب نقلة. تقلب موازين الموقف من فضلك واقف وفكر. وعمل لايك. وانا هاعتبر ان انت رجعت. النقلة هي اف فايف. ليه اف فايف قلبت الموازين? اف فايف عايزة اف فور. بيدت ببلاش. لو كالت دخلت ملكي. ما كاسب. هقرمش البيادة والبيدت ده هيجري. واو. طيب. انا مش هسمح بكده انا هاكل. هاكل وهلعب اف فور. ايه رأيك? اه ما عادش في اف فور بتاعتك. وبالتالي ما عادش في كش ومالكك ما بيدخلش. بس في فكرة تانية بشب اي ايت هات البيدت. بشب دي وان حامية البيدت. ودي اه سيكس. انا عايز اكل البيدت. تاكل اوكي. بيدق سالك بيجري. تروح تلحق البيدق بالفيل ولا الملك اخش بك. الوضع بقى صعب. كوموت اقول تفوق تلاتة ومص. فالفكرة بتاعت بيدق 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 دي مش مفعة. طيب هلعب نقلق انتظارية زي مثلا فيل هنا مثلا. هوب كيش. اف تاكس هوب. تاكي تاك. تفوق خمسة. اه نهال سالن في الجيم لعب نقلق انتظارية بس لعب روك بي. اه لعب فيل بي ون. مش دي ثري. ماشي. اف فور. كيش. الملك دخل. طبعا لو كالت هنا. اه للأسف. اه الموازين بتتقلب تاني. عشان البيدق الخطير ده. كوموتر بقول المكسب ابيض دلوقتي. ما ينفعش ناكل. ما ينفعش ناكل. خبالك كل هفوة في الشطرنج فيها مصيبة. تاك كير. قال له كيش. اه مشي بالفيل. وبعد كده البيدق بيجري. اي فاين بكيش. الملك يرجع. وبعدين اكل البيدق. ما كانش مضطر يأكل البيدق. كان ممكن يخش الكنج هنا وتزوب البيدق. يبديك الفيل ولا اي حاجة. وبعدين يخش تاني. كل ده مكسب. عامل الخبرة. انت اه بروديجي. وانت فعلا لعيب جامد جدا و 2600 وسغنن لسه عندك 17 سنة وجامد بس عامل الخبرة في اندي جيم زي ده مع ضغط الوقت. قديه اندريكي نلاعب خبرة كبيرة جدا انه يلاقي اه ومعه خمس دقايق. اف فايف نقلة عظيمة. ودرس ازاي تخترق. وازاي ممكن تسيب بدأ بس تخترق. شغل النهايات ده جماعة. يبدو بسيط لكنه ممتع جدا جدا ومعقد. اتمنى يكون المارش عجبكو. والفيديو عجبكو. وكل سان طيبين. واشوفكو على خير. تساش تعمل لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.